نعرضة كمان خبرنا في رقم عشرة إن إزا مالك أخطر طارق حامد في خطاب رسمي بالتحقيق مع أنتم عارفين قصة طارق حامد خلاص كلكم إنه طارق حامد طلب أجازة بعدد أيام معينة وإزا مالك بيقول إنه طارق حامد طول في الأجازة بتاعته وغاب عن مران الفريق أكتر من المرة والمباريات وبالتالي هيخضع للتحقيق بعد عودته من أسبانيا إلى القاهرة طارق حامد برضو زي ما قلت مبارح أكرر تاني إن طارق حامد لعب كبير وكبير جدا من أكتر إن لم يكن من أفضل اللاعبين في آخر عشر سنين في نادي الزمالك مش من أفضل لا هو الأفضل هتقول لي هو الأفضل وفلان 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 أقول لك الأفضل في ثابت المستوى طارق حامد أكتر لعب كان ثابت المستوى الزمالك فوق طارق حامد فوق الزمالك تحت طارق حامد فوق طارق حامد طول الوقت ماشي في شكل كويس فالتعامل مع طارق حامد لازم يبقى تعامل زكي وهادئ وفي نفس الوقت وده الاهم ان طريق حامد يفهم ان ده نادي الزمالك وزي ما قلت انبار عشان ما قررش كلامي انه يفضل الزمالك اكبر من اي لاعب زي ما الاهلي اكبر من اي لاعب زي الزمالك ما هو اكبر من اي اسطورة في طريق نادي الزمالك مش بس طريق حامد